تتجاوزيني ولا؟ شقيقة نيرا أشرف تتلقى التهديدات فما القصة؟ بعد مقتل نيرا أشرف بعامين وانشغل الرأي العام بالقضية نشرت شقيقتها شروق أشرف رسائل تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن تهديدات شبيهة لما تلقتها نيرا تهدد بإنهاء حياتها إذا رفضت الزواج من شاب أبدى رغبته بالارتباط بيها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي أرسل الرسالة في البداية لوالدها عبر تطبيق تيك توك وأخبروه أنه يريد الزواج من ابنته شروق أو ستلقى نفس مصير شقيقتها نيرا ثم أرسل لشروق نفس الرسالة عبر حسابها على فيسبوك على الفور تقدمت شروق ببلاغ واستطاعت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم خلال 24 ساعة من تحرير البلاغ ووضحت شروق أن الشاب أرسل لها معلوماته فهو طالب بكلية الهندسة ويسكن بمنطقة المعادي إلا أن التحريات أثبتت أنه طالب في أحد المعاهد يعمل في مطعم ولا يسكن بمنطقة المعادي أقر المتهم في التحقيقات بارتكابه الجريمة وتبين أنه لا يوجد أي علاقة بين المتهم وشروق وأنه هددها لرغبته في التعارف عليها بعد متابعته لها على مواقع التواصل الاجتماعي كما اتضح ارتكابه نفس الجريمة في حق فتيات أخريات